السيدات والسادة نعلم في إحاطتنا اليوم عن تخفيف عدد من القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 على مستوى الدولة والتحديثات الحاصلة بها على شتى القطاعات وسيتم تطبيق كافة هذه الشروط ابتداء من يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجاري فيما يتعلق بنظام المرور الأخضر فنعلن أنه تم تحديثه بإلزامية إجراء فحص دوري كل شهر للحاصلين على التطعيم والمعفيين من شروط التطعيم وإلزامية إجراء فحص دوري كل سبعة أيام لغير الحاصلين على التطعيم نظام المرور الأخضر ما زال شرطا إلزاميا للموظفين والزائرين للدخول لمقار العمل للجهات الاتحادية إضافة إلى ربط نظام المرور الأخضر بالعاملين في القطاع السياحي والاقتصادي فيما يتعلق بلبس الكمامات فنعلن بأن لبسها ما زال إلزاميا في المرافق الطبية والمساجد ودور العبادة ووسائل النقل العام كما يجب على كافة مزودي الخدمات الغذائية والمصابين والحالات المشتبه بها لبس الكمامات حفاظا على سلامة المجتمع وبالأخص أحبتنا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة فيما غير ذلك فلبس الكمامة يعد اختياريا لجميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة الأخرى إلا أننا نوصي جمهورنا الكريم بأهمية لبس الكمامة لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة حفاظا على سلامتهم وصحتهم السيدات والسادة فيما يتعلق باشترطات المساجد ودور العبادة نعلن عن تخفيف الإجراءات المتبعة بها حيث تم إلغاء فاصل المسافة بين المصلين مع ضرورة الالتزام بالصلاة على السجادة الشخصية حفاظا على الصحة العامة هذا وننوه بإلزامية لبس الكمامة في المساجد ودور العبادة حفاظا على صحة الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار المواطنين والمقيمين وذوي الهمم واصحاب الأمراض المزمنة